إذن في ضوء نمو مخيب للأمال للطلب الصيني على النفط إلى جانب تنامي الإمدادات من دول خارج تحالف أوبيك بلس تحول الشعور العام في الأسواق إلى السلبية تجاه أسعار النفط خصوصا مع ترقب بدء تحالف أوبيك بلس بالتخارج من تخفيضاته السابقة في الإنتاج ورفع هذا الإنتاج مطلع أكتوبر المقبل هذه المخاوف ضغطت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية على أسعار النفط ليمحي برانت كل مكاسب العام الجاري لنذكركم مشاهدين بقرار أوبيك بلس الصادر في يونيو الماضي والذي رسم خارطة طريق لتخارج التحالف تدريجيا من 2.2 مليون برميل يوميا من التخفيضات بدءا من أكتوبر المقبل وحتى سبتمبر من العام القادم لكن وفي ضوء التراجعات السعرية الأخيرة بدأت بعض الجهات بإعادة تقييم حجم الزيادة المرتقبة في الإنتاج من قبل أوبيك بلس حيث توقعت مؤخرا S&P Global Commodity Insights بأن يقوم التحالف بزيادة إنتاجه بين أكتوبر المقبل وستمبر من العام القادم بواقع 1.400.000 برميل يوميا بدلا من 2.2 مليون برميل المخطط لها البعض قد يتساءل لماذا يتجه تحالف أوبيك بلس نحو زيادة الإنتاج في هذا التوقيت S&P Global Commodity Insights ترى بأن هذا التوجه يأتي على خلفية كون بعض إنتاج الدول الأعضاء مرتبط باتفاقات مشاركة الإنتاج مع شركات نفط دولية من بينها الإمارات والعراق وكازاخستان وهذه الشركات تضغط باتجاه زيادة الإنتاج من استثماراتها تلك أما السبب الآخر برأي المؤسسة البحثية هو أن زيادة الإنتاج يأتي أيضا للحفاظ على وحدة التحالف لأنه إذا لم يتم الاتفاق على الزيادة بعد سنوات من التخفضات فقد تتجه بعض الدول الأعضاء نحو زيادة إنتاجها منفردة وهو ما يضر بلحمة التحالف وقد يجعل إعادة هذه اللحمة لاحقا أعلى كلفة على التحالف لا ننسى مشاهدين بأن أوبيك بلاس كان قد أعلن على لسان وزير الطاقة السعودي بأن التحالف مستعد لوقف هذه الزيادة المخطط لها في الإنتاج أو حتى عكسها وذلك بحسب ظروف السوق